صباح الخير لكل مشاهدين اللي ينضموننا بمحطاتنا الصباحية اليوم الخاصة والمميزة بعيد الأعياد عيد الجيش العربي السوري أكيد سلمة وهذا اليوم هو يوم غالي على قلوب جميع السوريين الأول من أب هي ذكرى جدا غالية وهو يعيد الجيش العربي السوري واليوم عم نلمس بشكل كتير واضح السلام والأمان اللي عم نعيشه وكقيم افتقدناها للأسف خلال سنوات الحرب هاي القيام اللي آمن فيه أبطالنا وأقسموا على صون أرض الوطن من تأسيس الجيش العربي السوري عام 1945 أكيد رشان نتحدث اليوم عن الجيش العقائدي الذي باته بعد سنوات من الحرب هو أسطورة بطولية أبهرة العالم وأكيد بيسعدنا بها المناسبة يشاركنا صباحنا سيادة العميد غالب جازية رئيس فرع الإعلام في الإدارة السياسية يسعد صباحك وكل عام وأنت بخير سيادة العميد وكل أبطالنا بجيش العرب السوري وكل عام وأنتم وشعبنا وقائدنا بخير أيضا سلمة أكيد بهذا اليوم العظيم ما منقدر ننسى دور المرأة السورية التي كانت متواجدة خلال سنوات الحرب الإرهابية على سوريا كان وجودها بقوة في ساحات المعارك وفي مناطق ساخنة وشهدت العديد من المعارك البطولية ضد الإرهاب ولنحكي أكثر عن دور المرأة السورية المقاتلة خلال سنوات الحرب أيضا بصرنا رحب بالعقيد سوسا إدريس ضابط في الإدارة المالية يسعد صباحك وكل عام وحضرتك بألف خير يسعد صباحكم يارب كل عام وأنتوا بألف خير وجيشنا البطل وقائدنا العظيم بألف خير يارب يسعد صباحكم سيادة العميد اسمح لنا اليوم نبلش مع حضرتك وقبل ما نبدأ حديثنا طبعا عن المؤسسة العريقة والعقائدية مؤسسة الجيش العربي السوري دائما في جعبتك الكثير من الأشعار والكلمات وتحيات الخاصة اللي بننتظر مثل هاي المناسبات لحتى نبدأ مثل ما بيقولوا فيها خلينا نبدأ بكلمة حضرتك جهزتها اليوم لجيشنا من دواعي سروري واعتزازي أن أطل في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بالذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس جيشنا البطل جيشنا الباسل وفي هذه المناسبة أود أن أتوجه إلى رفاقي رفاق العقيدة والسلاح لأقول لهم كل عام وأنتم بألف خير يا حراس الفجر ويا صناع النصر من قاماتكم السامقة ومن هاماتكم العالية ترتفع بيارق النصر وننحني إجلالا وإكبارا لأرواح شهدائنا الأبرار الذين استعذبوا الموت ليحيى الوطن ونحيي جرحانا الميامين ونتمنى لهم الشفاء العاجل وفي بداية هذا اللقاء اسمحي لي أن أقول يا شام جئت وفي يدي أخبار وعلى جفوني يبرق استبشار أرض ولو ود الإله بأرضنا سكنا لكان جبالها يختار في كل ناحية لنا متقرب وبكل طائرة لنا طيار ولنا ببشار بشائر نخوة سيف يقد وعسكر جرار ولمن يظن الشام لقمة آكل شوك بفيه وعلقم مرار قسما أناملنا الحراب إذا هم حلموا بها وجباهنا الأسوار فبكل حصن خالد وقتيبة ولكل خيبر حيدر كرار شكرا سيادة العميد لكل هالكلمات الجميلة اللي بتوصل أكيد للقلب بشكل مباشر رح نرجع لعندك بحديث عن المؤسسة مع سلمة أكيد ولكن خليني أرجع صبيح عليك وعيدك مرة تاني اليوم المرأة السورية ونحن بنعرف قديش عاشت بظروف قاسة وكانت خليني أقول العون للأسرة العون للأهل للزوج للأولاد وكانت ببعض الأحيان هي المعيل للأسرة وكان في غيرها ولكن خلال سنوات الحرب نحن شفناها أنها جاوزت هيئة المسؤولية شفناها ضمن المعارك شفناها قائد شفناها بطل بساحات المعارك ضد الحرب على الإرهابين وخاصة خلال السنوات الأخيرة بالحرب على سوريا خلينا نحكي اليوم أكثر عن دور هيئة المرأة بنظرك كمرأة بداية الحديث عن المرأة السورية وتفوقها بجميع المجالات لا ينتهي لأن المرأة السورية أثبتت على مرة العصور منذ الحضارات القديمة والعصر الحديث أنها قادرة على أن تكون قائدة ومناضلة جنبا إلى جنب إلى الرجل تماما بنفس صفات الرجل فالمرأة السورية كانت أثناء الحرب كان الناس كتير متوقعين أنه ما يصير في انتساب للكلية العسكرية للبنات أو للكلية الحربية بينما صار العكس زاد الانتساب إلى الكلية الحربية للبنات للقطعات العسكرية الأخرى مو بس للكلية الحربية للبنات حتى في قطعات عسكرية وحصار فيها بنات زاد دور العسكري والقيادي ضمن الحرب كنا نشوفها للمرأة السورية على المرابد كنا نشوفها على الطلاقية كنا نشوفها عام تقود عربية سقيلة على العربات السقيلة حملت سلاح سقيل كانت الناس متوقعين أن المرأة السورية غير قادرة لكن نتيجة تربية العقائدية والوطنية وتأهيلها العلمي والأكاديمي بالكلية الحربية ومن خلال الدورات التي تبتها هي أثبتت أنها قادرة على الدفاع عن الوطن وحمايته جنبا إلى جنب مع الرجل أكيد يعني دائما بنوجه تحية لكل فرد من أفراد الجيش العربي السوري سواء كانت المرأة أم طبعا الرجل وأعود إليك سيادة العميد اليوم ونحن نستذكر تأسيس المؤسسة العقائدية لجيش العربي السوري إلى اليوم سنوات كثيرة مرات حروب كثيرة خاضها فترات أيضا من السلام كان موجود فيها وله دوره في سوريا بشكل عام هذه المؤسسة التي نقول أنها مؤسسة اجتماعية وهي مؤسسة عسكرية حربا وسلما اليوم نستذكر أهم وأبرز المحطات منذ تأسيس الجيش العربي السوري إلى اليوم طبعا الجيش العربي السوري هو مدرسة وطنية عريقة وتاريخ ذاخر بالبطولة والأمجاد والتضحية والفداء وهو على كل المحطات التاريخية منذ تأسيسه وحتى اليوم كان على قدر المسئولية التاريخية الملقاة على عاتقه في حماية هذا الشعب وفي حماية هذه الأرض لذلك اليوم يوم التأسيس الجيش العربي السوري هو ليس حدثا عابرا يجب أن يمر مرور الكرام بل هو حدث مهم ومهم جدا لما له من أثر في تاريخ شعبنا وتنبع أهمية هذا اليوم من أهمية الدور الذي اطلع به جيشنا الباسل عبر تاريخه النضالي الطويل وهو مناسبة بنفس الوقت لتجديد العهد على متابعة الدرب الذي صار عليه جيشنا منذ البدايات وحتى اليوم درب الشهادة درب التضحية والفداء وكما قال السيد الرئيس الفريق بشار الأسد أن المؤسسة العسكرية والجيش والقوات المسلحة هي مصنع البطولة والرجولة والأخلاق ومن هنا تأتي أهمية المؤسسة العسكرية منذ نشأة هذا الجيش منذ الاستقلال وحتى اليوم وتنبع هذه الأهمية من دوره الريادي في حياة شعبنا وطبعا نحن كلنا نعرف منذ النشأة الأولى منذ الجزور التاريخية لجيشنا بعام 1918 يعني هاي النواة الأولى اللي كانت بتشكيل الجيش كيف تشكلها الجيش من مختلف أطياف الشعب كان يضم ضباط صف ضباط ورتباء كان يسموها بهذاك الوقت ورغم حداثة هذا الجيش ورغم أنه جيش يافع استطاع هذا الجيش بقيادة البطل يوسف العظمة أن يسطر ملحمة من ملاحم التاريخ في معركة ميسلون في 24 تموز عام 1920 ليكتب لنا رسالة وليضيء لنا الشمعة الأولى في الجيش العربي السوري أن طريقنا في هذا الجيش هو طريق الشهادة أو النصر ولن نسمح لأي مستعمر مهما كانت قوته أن يطأ هذه الأرض دون قتال ونحن على قيد الحياة هذه هي الأبجدية الأولى للجيش العربي السوري وكانت الولادة الحقيقية في الأول من آب عام 1945 تحت ضغط الثورات على سلطات الانتداب كانت استلمت القوى العسكرية السورية من سلطات الانتداب التشكيلات والوحدات وكان بهذا الجيش الدور في المساهمة في الاستقلال الذي جاء بعد عام تقريبا ومن ثم توالت المحطات المضيئة في تاريخ جيشنا الباسل حيث شارك في حرب تحرير فلسطين عام 1948 وشارك في تصدي الأحلاف العدوانية في فترة الخمسينات مثل التصدي لحرف بغداد ومشروع زنهور ملء الفراغ في الشرق الأوسط وساهم في صد العدوان الثلاثي عن مصر في الدفاع عن عروبة مصر عام 1956 وكلنا يعرف البطل جول جمال الذي قام بعملية استشهادية بطولية ثم كان له دور بارز في قيام الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958 وفي الوقوف ضد القوى الانفصالية عام 1961 ومن ثم قيام ثورة البعث عام 1963 كان له الدور البارز في قيام ثورة البعث ليتحول هذا الجيش إلى جيش عقائدي مؤمن بعقيدة الوطن مؤمن بعقيدة الشعب لكن النقلة النوعية متى كانت؟ كانت بعد قيام الحركة التصحية المباركة التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد حيث تم تطوير هذا الجيش كما ونوعا تم الاهتمام بالإنسان المقاتل وبنائه بناء قويا من هذا البناء انطلقنا لنخوض حرب تشرين التحريرية التي أثبت فيها جيشنا أنه على قدر المسئولية التاريخية الملقاة على عاتقه واستطاع أن يحطم أسطورة العدو الذي زعموا أنه لا يقهر ومن ثم كان تدخل الجيش العربي السوري في لبنان عام 1976 لوقف حمام الدم ولوقف الإقتتال حيث حمى لبنان الشقيق من التفتت والانقسام وفي صد العدوان الصهيوني عام 1982 عن لبنان الشقيق طبعا محطات المضيئة كثيرة في تاريخ أكثر من أن تعد لكن اليوم جيشنا سطر ملحمة أسطورية يعني ما سطره خلال 12 سنة كان أقرب إلى الإعجاز منه إلى الإنجاز ويعني حتى السيد الرئيس الفريق بشار الأسد أشار إلى هذا الموضوع قال أنه جيشنا حقق شيئا يعني أقرب إلى المستحيلا يعني جيش هو معد لقتال عدو الصهيوني في جبهة معينة في نطاق معين في عمق معين تفرض عليه حرب عصابات حرب مركبة من نوع معين لم يكن جيشنا متدرب على هذه النوعية من الحرب استطاع جيشنا من عقيدته القتالية ومن إيمانه الراسخ بهذا الوطن ومن تدريبه ومن وقوف الشعب خلفه ومن القيادة الحكيمة والشجاعة للسيد الرئيس الفريق بشار الأسد أن يثبت وأن يجترح تكتيكات جديدة حاكت كل مختلف أشكال العدوان واستطعنا بهمة رجالنا أن نجترح النصر تل والنصر والإنجاز تل والإنجاز إن شاء الله دوم هذا النصر بيبقى مكتوب لأبطال الجيش العربي السوري سيادة العقيد ذكر سيادة العميد بمعنى أنه نحن خضنا معركة ما كانت معركة جيوش منظمة بل أخذت أشكال كثيرة وذكرتي حضرتك أن المرأة كانت موجودة بقوة بخلال سنوات الحرب على سوريا وكانت موجودة بالعربات الثقيلة حملة السلاح وموجودة على الطلاقيات مثل ما ذكرتي اليوم المرأة حتى تكون بهذا المستوى بحاجة لتدريب وتأهيل خلينا نحكي عن فترة التدريب والتأهيل خلال سنوات الحرب بداية المقاتلة السورية دائما هي مؤهلة من لحظة تطوعة بالكلية الحربية للبناء بس بالأزمة نتيجة أو الحرب الكونية اللي كانت على سوريا نتيجة أن هذه الحرب كانت مركبة وبصورة مختلفة عن الحروب اللي بتتعلم حتى للمقاتلة السورية بالكلية اضطرت مثلها مثل المقاتل للرجل أنه تتعلم التكتيكات الجديدة بلاحظة أثبتت المرأة السورية المقاتلة أنها قادرة على ابتكار تكتيك جديد مع الرجل لإمكانية التصدي لأي حركة من العدوان غير متوقعة لأنه كانت الحرب معتمدة على جبهة موحدة أما الحرب اللي صارت بـ 12 سنة الماضية هي حرب شوارع حرب أنفاق فهي شيء غير متوقع أن يمكن يحصل بأي لحظة فكانت المرأة السورية المقاتلة قادرة على ابتكار تكتيك جديد مع الرجل لمواجهة هذا العدوان الكبير على سوريا وهذا ندل على شيء بدل على التربية العقائدية عند الأنثة السورية التربية من البيت الأنثة السورية هي تربت على العقائدة الوطنية السورية كبرت بطموح أن الوطن هو الأغلى طبعا بس لازم يكون الأفضل دائما فلما بده يصير عدوان غاشم على وطننا بتبادر هي بطريقة شرسة للدفاع عن زوجها عن بيتها عن أولادها المرأة السورية المقاتلة أثبتت على مر الحرب 12 سنة اللي صارت على سوريا أنها صاحبة التربية العقائدي كأم وكمقاتلة سورية للدفاع عن الوطن صحيح وتحرير الأرض يعني سيادة العميد وعم تحكي سيادة العقيد فكرة جدا مهمة واليوم هذا بيقودنا لنسأل أن الحرب على سوريا كانت حرب مختلفة عن كل الحروب التي خاضها الجيش العربي السوري سابقا أن هذا الشيء خلينا نسأل ما الذي اختلف في بنية وتأهيل وتدريب اليوم الجندي العربي السوري وخصوصا خلال فترة هذه الحرب عن السنوات السابقة طبعا هذه الحرب التي فرضت على الجيش العربي السوري هي حرب مركبة حرب لم يعتد عليها الجيش العربي السوري بدأت هذه الحرب بحرب نفسية تضليلية إعلامية لا سابقة لها شارك فيها أكثر من 650 وسيلة إعلامية قامت كل معظم هذه الوسائل بنشر الشائعات والدعايات المغرضة والفبركات الإعلامية والأفلام المزورة كل هذه الحرب الإعلامية الشرسة كان هدفها النيل من معنويات الشعب السوري بشكل عام ومن الجندي العربي السوري بشكل خاص لأن المؤسسة العسكرية هي المؤسسة المعنية رسميا بحماية هذا الوطن وبالتصدي له ومن ثم قام الجيش العربي السوري بالإعلام الوطني بفضح هذه الحرب الإعلامية رغم الإمكانيات المتواضعة مقارنة بما يمتلكه العدو دول العدوان من إمكانيات إعلامية كبيرة لكن الإعلام الوطني والإعلام الحربي كان يمتلك الصدق كان يمتلك الشفافية كان يمتلك لغة الأرقام والوقائع فبهذه اللغة استطاع إعلامنا أن يقوم بدور جيد في توضيح الحقيقة وفي صيانة الحفاظ على معنويات رجال قواتنا المسلحة طبعا في هذه الحرب كما تحدثت فرضت على رجال قواتنا المسلحة حرب من نوع مختلف حرب عصابات لم يكن معتاد عليها حرب أنفاق حرب في الجبال حرب مدن في الشوارع وكانت في تمر بأيام الحرب يكون فيه على مساحة الجمهورية العربية السورية أربعة آلاف نقطة اشتباك وكان على الجيش العربي السوري أن يتعامل مع كل مختلف نقاط الاشتباك وأبدع الحقيقة رجال قواتنا المسلحة في ابتكار تكتيكات تحاكي كل نقطة من نقاط هذه الاشتباك من أين جاء هذا الإبداع؟ جاء هذا الإبداع مما يمتلكه القادة والجنود من تدريب سابق من عقيدة وطنية راسخة من مهارة وذكاء في اشتراح الحلول المناسبة لكل موقف من القيادة الحكيمة والشجاعة والرعاية الدائمة من قبل السيد الرئيس الفريق بشار الأسد كل هذه العوامل ساهمت في تطوير وفينا نقول ابتكار تكتيكات جديدة لم يكن معتاد عليها الجيش العربي السوري سابقا أبدع فيها خلال الحرب ومن خلالها انتصر وحقق واستطاع خلال فترة وجيزة أن يطهر ويحرر معظم أراضي الجمهورية العربية السورية أيضا بنفس السياق سيادة العميد ذكرت تفاصيل كثير مهمة عن الجهود الذي بدل الجيش العربي السوري خلال سنوات الحرب وكان متواجد على أكثر من جبهة في يوم واحد مثل ما ذكرت حضرتك خلينا من خلال حضرتك إذا حبيت اليوم توصف هذه المعركة سياسيا ووطنيا هلا توصيف المعركة هو واضح هلا لو عدنا إلى معركة ميسلون الأولى هي النشأة الأولى لنشأة الجيش العربي السوري لو وجدنا أن المعركة بين من ومن كانت المعركة بين الجيش العربي السوري من جهة الذي يمثل الشعب ويمثل قوة الحق وإرادة الصمود والتصدي هذا من جهة وبين المستعمر الفرنسي برغباته الدنيئة الذي يحاول السيطرة على البلاد ونهب خيرات هذه البلاد واليوم بين من ومن هي المعركة نفس الواقع يعني جوهر المعركة هو واحد وإن تغيرت مظاهرها وأشكالها اليوم هي معركتنا بين الجيش العربي السوري المنبثق عن هذا الشعب والذي يعبر عن إرادة هذا الشعب ويدافع عنه ويقود هذه المعركة السيد الرئيس الفريق بيشار الأسد وبين القوى الاستعمارية الغربية ورغباتها الدنيئة في تفتيت هذه المنطقة والسيطرة على مقدراتها شكل المعركة قد يختلف أدواتها قد تختلف ولكن جوهرها واحد جوهرها هو بين الحق والباطل ونحن نؤمن إيمانا عميقا بأننا في الجيش العربي السوري بما أننا نعتنق إرادة الصمود والمقاومة ونمتلك الحق لا بد وأن ننتصر إن شاء الله أكيد يعني كمان سيادة العميد وسيادة العقيد اليوم نحن نتحدث عن دور الجيش العربي السوري لا نستطيع إلا وأن نمر على محطة مهمة جدا وهي شهداءنا شهداء الجيش العربي السوري وجرحان الأبطال الذين موجودين طبعا في كل الميادين والكثير من الجرحة ما زال مستمر في العمل والحياة وإنتاج جديد لسوريا من خلال مشاريع كثيرة طبعا تبنتهم مؤسسة جريح وطن وقدمت لهم الكثير اليوم نستذكر معكم أهمية قيمة الشهادة التي تربى عليها أيضا الجيش العربي السوري ضمن هذه العقيدة الشهادة هي قيدي تربى عليها جيش العربي السوري منذ القدم أول من طرح فكرة الشهادة هو الوزير الحرب يوسف العظمة فقال الطريق إلى النصر حصرا هو بالشهادة يعني لا يمكن الوصول إلى النصر إلا عن طريق الشهادة أو الحصول على النصر من خلال القتال الشهيد هو أكرم من في الدنيا وأنبن من البشر فهو من أكرم من الشهيد الذي قدم روحه فداء للوطن فالشهداء وزوي الشهداء والجرحة ينالون اهتمام ورعاية كبيرة من القيادة ومن القائد المفدى بشار حافظ الأسد وذلك من خلال المراسيم العديدة التي تظهرها لنا لمتابعة أمورهم ورعايتهم لزوي الشهداء والجرحة فهم أكرم من في الدنيا فهم من بزلوا دماؤهم في داءة للوطن وولادا من الشهداء بالحرب خلال 12 سنة ما وصلنا نحن للمكان الذي نحن فيه هلأ طبعا في محراب الشهادة تضيق مساحة اللغة وتضمر أجنحة الكلام لأنه يعني ما فيه كلام يوازي عظمة الشهيد يعني في حضرة الشهيد دائما كل زوايا الحروف وكل زوايا المساحات الضوئية تضيق لأنها لا تستطيع أن تصل إلى ينبوع الخير والعطاء لا تستطيع أن تصل إلى مفهوم الشهادة الشهادة هي قيمة القيام هي ذمة الذمم فمن هو أكرم من الشهيد الذي ضحى بدمه ومن هو أشجع من الشهيد الذي يعني دخل عباب الموت غير هياب ولا وجل ومن هو أكثر غيرية ووطنية من الشهيد فبالتالي الشهادة بهذا المفهوم هي مفهوم بناء وليست فناء هي مفهوم عطاء هي مفهوم كل مفاهيم الخير تكمن في مفهوم الشهادة لذلك نالت هذا المفهوم وذوي الشهداء كل الاهتمام خاصة من القائد المؤسس حافظ الأسد حيث أصبحت سوريا هي مدرسة الشهادة يعني نحن منشوف كل العطاءات لذوي الشهداء كل الاهتمام كل المراسيم الوظائف الرعاية الاهتمام والحقيقة مهما قدمنا نحن لذوي الشهداء نبقى مقصرون ليش؟ لأنه الإنسان اللي ضحى بدمه ما فيه شيء يعادل أنك تعطيه أنه هي غاية الجود وهي غاية الكرم ونحن سنبقى أوفياء لدماء شهدائنا الأبرار وسنبقى نسير على خطاهم حتى تحقيق أهدافنا في النصر والتحرير خلينا سريعا نحكي عن انتصار الجيش العربي السوري ونحن اليوم بمرحلة انتصار وهذا الانتصار بحاجة إلى توثيق بحاجة اليوم يكون وثائق للأرجال القادمة اليوم كيف تم توثيق علاميا هذا الانتصار؟ طبعا توثيق الحرب على سوريا تم بعدة أشكال لو أخذنا نحن الجانب العسكري التوثيق العسكري فهناك في لجنة بالإدارة السياسية وفي القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تقوم بتوثيق هذه الحرب بيومياتها ولكن لو أخذنا هذه التوثيق بشكل وثائقي وبشكل إعلامي فنقول أنه نحن الإدارة السياسية منذ بداية الحرب أصدرت 52 فيلم وثائقي من بداية الحرب نحن قمنا بإصدار الأفلام بعنوان فصول المؤامرة تفضح طبيعة هذه الحرب شو الدعايات شو الشائعات كل الفبركات كنا نقوم بالرد عليها ومن ثم قمنا بإصدار أفلام مع انتصارات الجيش العربي السوري اللي هي مسلسلة من أفلام اسمها انهيار الوهم وهي اللي بترصد كل انتصارات الجيش العربي السوري من الغوطة الغربية لمعركة القصير لمعركة حلب لمعركة دير الزور فهي بترصد كل انتصارات الجيش العربي السوري إضافة إلى تعاوننا مع الجهات الأخرى مثلا كعضو باتحاد الكتاب العرب قمنا بالتعاون مع كل زملائنا الكتاب من أجل توثيق هذه البطولات فكان الكاتب أو الشاعر يتواصل مباشرة مع الجريح أو مع أسرة الشهيد ويصوغ هذه الحكاية على شكل قصة أو على شكل قصيدة رائعة وصدر الكتاب الأول من هذه الملحمة عن اتحاد الكتاب العرب كما قمنا بالتعاون مع وزارة التقافي مثلا وأصدرنا الرحلة 17 وقمنا بالتعاون مع وزارة الإعلام وأصدرنا العديد من الأفلام منها لآخر العمر ومنها لأنها بلادي وكل هذه الأفلام وكل هذه الأعمال الوثائقية هي ترصد بطولات الجيش العربي السوري لكي تكون هذه البطولات منارة تهتدي وتقتدي بها الأجيال القادمة صحيح ولو نخص اليوم سريعا سيادة العميد فرع الإعلام في الإدارة السياسية بالمجهود الكبير الذي يقوم فيه وخاصة بأن هذه الحرب تأتي في وقت أصبح فيها العالم كل قرية صغيرة كما يقال من خلال السوشال ميديا والتكنولوجيا التي صعبت أيضا المهام قاربت الصورة ولكنها صعبت المهام وزادت من كثرة الشائعات وتداول الأخبار المفبركة كما قلنا في بداية الحديث وكان هنا لكم دور آخر وهو محاولة تزويد الوسائل الإعلام التقليدية والرسمية بالأخبار الموثوقة والنتائج أو فينا نقول نحن دائما اعتمدنا منذ بداية الحرب ما يسمى بالمصدر العسكري الأخبار الدقيقة من أجل إذالة التضليل الذي كان يمارس عبر صفحات الفيسبوك وغيرها من المواقع نحن يجب أن ننتبه إلى ناحية أن دول العدوان هلأ اتجهت إلى نوع آخر من الحروب هي ما يسمى حروب الجيل الخامس أو الحروب الناعمة التي تستخدم كما تفضلت السوشال ميديا والمواقع الإلكترونية كحرب علينا لماذا؟ لأن هذه الحرب أقل تكلفة عليهم وأسرع وقت وأكثر انتشارة وهي يستخدمونها عن طريق الجذب والإغراء وليس عن طريق القوة وهذا عامل القطورة فيها هم يريدون من خلال هذه الحرب الناعمة احتلال عقولنا ومن ثم تغيير أفكارنا وبالتالي تغيير سلوكنا لتنفيذ مخططاتهم فبالتالي نحن يجب أن نكون وعين في هذه الحرب وأن نقوم بإعداد كوادر إعلامية مهنية متخصصة تستطيع أن مواجهة هذه النوع من الحروب وخاصة الحروب السيبرانية لأنها الأخطر فربما الحرب القادمة لا تكون حرب طائرة ودبابة حرب لا جيوش والحامل الأساسي هو الإعلام لذلك علينا أن نهتم بالإعلاميين أن ندربهم أن نزيد من طاقاتهم وخبراتهم لكي نستطيع مواجهة هذه الحرب كما انتصرنا عسكريا أن ننتصر في هذا المجال أيضا إن شاء الله بالنهاية سيادة العقيد رسالة من خلالك لكل امرأة في الجيش العربي السوري أدعو كل فتاة مقاتلة في الجيش العربي السوري ولكل مقاتل أننا سنبقى على العهد باقون في المحافظة والدفاع عن أرض سوريا الحضارة ومشاركة جنبا إلى جنب بكل مجالات الحياة العسكرية والمدنية وغيرها في بناء سوريا المستقبل وكل عام وأنتم بألف خير وجيشنا العظيم وقائدنا بألف ألف خير يارو شكرا لكم شكرا لك سيادة العميد شكرا لك سيادة العقيد كل عام وأنتم خير مرة تانية وكل أفراد وأبطال جيشنا العربي السوري بألف ألف خير شكرا لكم وأنتم خير أنا بدي أقول كلمة أن القارئ للتاريخ هو يستطيع أن يحدد ملامح المستقبل ومن يمتلك الحق وإرادة الصمود ويمتلك مثل هذا الجيش الباسل لا بد أن هو من يرسم خارطة المستقبل ونحن في الجيش العربي السوري الذين ننتمي لهذا الشعب العظيم ولهذه الأرض التي كانت هي مهد الحضارات والتاريخ والأبجدية لن نسمح للقادمين من خارج التاريخ أن يكتبوا على هذه الأرض ما لم يكتبه التاريخ وستبقى سوريا بهمة رجالنا هي وطن الحضارة والتاريخ والأبجدية أننا بهذه المناسبة العظيمة نعاهد شعبنا العظيم ونعاهد قائدنا المفدأ سيد الرئيس الفريق بشار الأسد أن نبقى خلف رايته فرسان الرحلة الطويلة حتى تحقيق أهدافنا في النصر والتحرير كل عام وأنتم بخير وشعبنا بخير وقائدنا بألف خير إن شاء الله أهلا وسهلا بحضرتكم وأكيد نورته صباحنا المميز ومن خلالكم بنا نرجع نعيد كل أبطال الجيش العربي السوري شكرا للكم شكرا لكم